الفيديو بعنوان الحقيقة زائد سبتاش اهم اهم تنبيه اولا هذا الفيديو ممكن تكون في مصطلحات غير مناسبة للبعض فهم مقطع للكبار بس او تحت شرافهم لكن مهم جدا نركز ونفهم القضية ونربع عيانا صح ثانيا الفيديو بحوشة بلاغات فأتمنى منكون لايك على الفيديو عشان نكون اكتر منهم بس اول بدي لايكات هاي ماتت هاي الحركات تبع انا حسابي يتم هجوم عليه رجاء نعملوا لايكات لحتى يرتفع هذا ليس كيف يعمل الالغرثم الاعلام موزعة في كل مكن الاعلام ذيك اللي تعرفونها وقالونا انو المرحلة الاولية اللي من بينهم لدي عبد المجيد أنا أحب هذا الساعة الأولى ليس الساعة الأولى الساعة أحب هذا ماذا؟ أقول شو هو لكم يتقبلون هذا الموضوع ويعني غسيل أنه تتقبل ثمان أصلاف من البشر نحن عندنا ذكر ونتم وعندهم ثمان هل فئة من الابتدائل الثانوي صاروا يغصبون الطلاب أنا أتفق مع هذا الموضوع أنه هو يعتبر غسيل الدماغ خاصة لما منطرحه على الأطفال ما أتفق لأنه هذا هو مفهوم الطلقين أنك أنت حاكي للناس بفترة ما عندهم تفكير نقدي أو فكري كافي ليتخذوا قرار حقيقي عن الشيء المطروح بمعنى أنك أنت عم تطرح شيء لا يمكن تحدي لهذا الشيء أنت عم تطرح شغلة ما أحد يقدر تحدها ما عندهم الإمكانيات والحكمة والخبرة لأنه يتحدوها بيسمعوا وبيصدقوا فقط فأنا باتفق معه بهذه الفكرة بأنه بتحصل وبتصير وبعترض بوجوده أصلا من أساسه أنا الصورة واضحة جدا بالنسبة لي لما نتكلم عن الأطفال والتعليم الجنس خارج الموضوع تماما شيء عقد من أنهم يفهموه بسهولة شيء كتير خطر حتى أحيانا بأماكن معينة يمكن الشرح العلمي لممارسة لعملية التكاثر البشري اللي هي مشابهة للحيوان طبعا ممكن حدا يزعى منها الكيمية لكن بتكاثر ومثل ما أنهم تكاثر شو نعمل أصدقائي إذا زعلتوا منها بتزعلوا فممكن تتكلم عن هذا الموضوع الكلمات العلمية لكن لما يكون في أدلجة اجتماعية للموضوع غسيل الدماغ تماما أهم من الابتدائل الثانوي صاروا يغصبون الطلاب منهج رسمي غصبا عن أولياء الأمور ما في شيء اسمه غصبا عن أولياء الأمور بأميركا اللي بصير بأميركا أنك أنت هي مثل أنواع الأتفاقيات الكلام عم بتكلمه هو عادة بيكون بالمدارس ما يسمى بالمدارس العامة اللي مجانية وهي الأشياء فبينزل تحت هاي الاتفائية اللي أنت فيها وأنه نحن منعلم شغلات معينة فمو غصبا عنك منعلم وإنما إذا أنت حابب تمشي معنا بهذا المجال يعني إحنا منتكلف بكذا وكذا وكذا بمدرسة عامة نحن منعمل هاي الأشياء فما رك مشبور فيك تقيم لأولاد حطهم مدرسة خاصة أو فيك تعمل شيء اسمه هوم سكولينج فكلمة الإجبارة شوية يفهم منها أجندة خاصة للأخ أمريكا الأدور اقتصادي وسياسي كبير بالعالم كلها مو بس بأمريكا وهالشي عطاها قوة أنها تغسل مخ أي أحد تبي بسهولة فخم بلش الموضوع من البداية ونفهم شلون بقلش بسنة 1939 قلشت الحرب العالمية الثانية واستمرت المدة ست سنوان وثانت تاتيجتها وفات 40 مليون مدني و20 مليون جندي فقل عدد البشر بشكل كبير ليش عم نحكي لحال بعالمية الثانية وحقائق العالمية الثانية هاي الفيديو هاته ما بحبة عادة عن ليش لأنه بتستخدم وهم المعرفة وهم المعرفة أو وهم الخني أقول المصداقية أنا بديتكلم لك عن موضوع السيارات بديقلك أنه ليش البوغاتي هي أسرع من الفيراري أوكي فأنا ببلش لك بمعلومات حقيقية بموضوع تاني ما دخلوه طبع هل تعلم أن البشر أصلا عندهم عضوين تناسبة طبع هذا بيثال سيئ بس ينور عيمين فبيحكي لك أنا عن البيولوجيا البشرية وكيف الكوريات الدم البيضاء لها علاقة بإسنين فأنت بتقول نظامي كلامه صحيح وعادة بتكون معلومات سهل الوصول لها للتأكد من صحتها أو مشهورة لحتى نقول من بعد ما نتخطى مرحلة الـ بنبلش بقى بالهرتلات والعلاقية أنا متوقع ما يصير أنا متوقع بعد هاي الحقائق طبع الحلقة العالمية بلشت واستمرت لمدة كذا اللي بنفوت على الجوجل هاو لونج وز نظامي كلامه من بعدها بفوت مرحلة الهرتلات أمتى هو العمر المناسب؟ هلا أنا عم مستوى الشخصي يمكن ما بعرف وإمتى هو العمر المناسب لأنه أمتى نعلم الولاد عن الأمور الجنسية لكن أنا مع أنه الناس تكبر على انفتاح فكري للطرف الآخر أو للأطراف الأخرى بعمر معين هو فعلا غسير الدماغ لكن إذا بنسمح للأولاد ينطجوا ويصلوا لعمر المراهقة قد يكون بالثانوية قد يكون مابي قبل حتى يعني أنا ما عندي الـ data الاجتماعية لأعرف شو هو الإجابة الصحيحة لكن بدراسات معينة يمكن الوصول لأمتى من الأفضل أن الولاد يبلشوا يتعلموا عن الأمور يتعلموا أنه موضوع الجندرة موضوع ما يسمى بالألوان موضوع المويلات الجنسية في عمر مناسب لهذا الشيء الفكرة أنه ما لازم يكون محرم بجكل مطلق ما لازم يكون أبداً لما يسمعوا لا لازم نسمع لأنه لازم نعرف أنه هاي الأشياء موجودة ويجب على الأغلب ما يكون عندنا كره أعمل إلها يجب أن يكون عندنا استيعاب لإلها أنا من ناحيتي على مستوى الشخصي هذا كلام ما عم بقول لازم يجب أن نفرض لكتب العلوم والآخرية من ناحية الجندرة الناس يبتسألني كم جنس هناك؟ أنا إجابتي الشخصية على الموضوع أنه هناك جنسين فقط ذكر وأنثى ولكن هذا على مستوى البيولوجي العلمي الموثق المحقق ويمكني تأكد منه على مستوى السايكولوجي هناك الجناس أخرى هاي هي إجابتي وعندي استيعاب واحترام للأثنين فيني استوعب وجودهم فيني استوعب حصولهم فعن مستوى البيولوجي هناك جنسين عم مستوى السايكولوجي في تعدد للأجناس فأنا مستوعب هذا الشيء متقبله بعرف أنه في ناس تزعى من هاي الأمور بتشوفها غير مناسبة لكن ساعاتها مفوت بفكرة بأنه يا أخي كل واحد حر برأيه فأنا هذا رأيي بالموضوع عم مستوى البيولوجي 2 عم مستوى السايكولوجي في تعدد للأجناس لأنه اتضح أنه فعلا هي مو شغلة أنه أنت تكون لذيز ولا حباب ولا إنكلوسيف فنتضح أنه فعلا في ناس عم مستوى السايكولوجي بتشعر بأنه هي عروق تانية أو أجناس تانية أو شغلات تانية فالخيار عنا أنه استيعاب وتقييم بأنه هذا الشيء فعلا موجود وإذا حابين نتعامل معه وشو هو التعامل معه أو رفضه بشكل تام وتجريم وشيطن إذا دول الأشخاص ونحاول لأنه ناس مخيفين بمجتمع وبيصير هذا الشيء يفتح عليهم باب أنه ينأذوا من الناس اللي بيعتبروهن غير سليمي فأنا الخيار تبعي نعم هناك جنسين بيولوجيا وأجناس متعددة سايكولوجيا فرت بنجاح اتصادي مخيف بعد الحرب العالمية ويجب أن يكون هناك عمر مناسب أنه يتعلموا الأولاد هذا الشيء لأنه أنا برأي إذا بنختار عمر مناسب خارج من مرحلة الطلقين ومنعلم الناس هذا الكلام اللي أنا قلته هلا من شوي لمرة تانية ما أقول يجب أن يكون صحيح ومفرد أن مستعد غير رأيي إذا فتت بحوارات وتعلمت information جديدة لكن أنا بحس السيناريو اللي أنا كنت عم بقوله من شوي لو بعمر مناسب لمراهقين أو خلينا نقول ثانويات والآخرية منعلم الناس هذا الشيء وبالظن بيكبروا ليس بالضرورة على انفتاح مرعب أو غريب أو مقرف أو بضيق بيكبروا على الاستيعاب بأنه أنا اللي عندي واضح شو هو وممكن الناس تانية يكون عندهم شي مختلف وعندهم نوع من أنواع التقبل له I like that بحب هذا الشيء يكون موجود فأمريكا مرت بنجاح اتصادي مخيف بعد الحرب العالمية الثانية ليش؟ لو عندي أربعة أقلام بوزعهم على أربعة أشخاص فكل واحد رح يأخذ اثنين التروات بشكل عام هذا ليس كيف يعمل اقتصاد الأمريكا ليس كيف يعمل اقتصاد الأمريكي أبدا بالعكس انهم يحاربوا هذا النظام أمريكا رأس مالجيز متذهب الفلوس الاقتصاد اتجاق كل شيء هذه مالفة الستين مليون شخص اللي ماتوا توزعوا على الكل والحكومة خلت جزء كبير منها التروات فصار في ازدهار اقتصادي مخيف بأمريكا بعد الحرب وطمعوا بفكرة تكليل عدد البشر اللي موجودين على سكان الأرض عشان يعني يملون جيوبهم أقلام لأن أمريكا كلها تتجار وهذا همهم أصلا ولا يهمهم دين ولا يهمهم آخرة ولا يهمهم يابون الدنيا وما فيها بس تطلعوا بمشروع سموه ماذا يتحدث عنه؟ يعني أنا لما بسمع هذا الكلام ما عندي مشكلة فيك رأي شخصي لكن أنا هون بتعجب بمين؟ بتعجب للأصدقاء اللي بتعبوا هذا المحتوى لكن لما بيروحوا لعند حسن البدري ولا آدم مصري ولا كنت يقصي راجل حياة أو بيروحوا لعند قصاي بمعصف يغيروا هلأ قصاي إذا بنضيفه على القائمة هاي أهلا فيه قصاي أخي قصاي على قائمة الأمثلة بس بيفتحتمه هذا الملحد العين بس بيفتحتمه بيقول فيه رواية عن الرسول أنه والدليل عطيني الدليل والحديث والرقم والحكم وال... صالنا هدي ليش أنت مسارع لهي الدرجة أنك أنت تشك بكلامي لكن الأخ هذا بيقدر يقول لك هون كلام حرفيا ارتجالي كلام من عقله تماما الأمير كان غني وكذا وبلش يقوله كذا وشو قاعد معه انت ولا عنا وثائق ولا أي شي موجودة ولا عنا ترجمة ما حتى بيسأل أنا هذا يمزعوج منه بيقدروا يحكوا لي بالدنيا طالما أنت من جماعتي احكي لي بيقولها شوفها هيثم طلعت فرجوا على فيديوهات هيثم طلعت هيثم طلعت بيجيب أحاديث وآيات ولا بتشوفوا شغلة باللينك باللينكات تبعه ولا في شغلات واتضح آخر شيء ووضحنا لهم يا ميران وتقال الأصدقاء أنه بيحكي أحاديث من عنده مثل هذا تبع الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس هي على رسلها لا تبرح ولا تزول تغرب عن قوم وتطلع على قوم طلع حاديث من عنده مختلف ما في إلو أثر ولا شيء سمعانه من تلفزيون من زغلون النجار ما حدا بيسأله أين هو الدليل فيعنى من الأسف هاي الطريقة اللي بيسمحولهم يحكوا فيها رهيبة المليار الذهبي وهو تقليص عدد البشر وطيوبهم أقلاء لأن أمريكا كلها تجار وهذا همهم أصلا ولا يهمهم دين ولا يهمهم آخر ولا يهمهم يابون الدنيا وما فيها بس طلعوا مشروع سموه المليار الذهبي طلعوا مشروع سموه المليار الذهبي هي نظرية مؤامرة أصدقائي هذا الحرفيا نوصف تبعها هي نظرية مؤامرة وهلو شرح لكم ليش إذا حكى عنا أكتر شرحكم شو الثغرات تبعها تقليص عدد البشر من ثمانية مليار شخص على الكوكب لمليار واحد عشان ثروة السبع مليار اللي ماتوا تتوزع على مليار واحد بس That's how reality works أصدقائي لما قاعد نقول إني نظرية مؤامرة إحنا ما قاعد نتكلم عن ماسونية ولا إشخاص مجهولين إحنا ما قاعد نتكلم عن ماسونية ولا إشخاص مجهولين سأوالك نظرية مؤامرة إنه ما بيعتقدوا إنه هي نظرية مؤامرة ما حنخلي كفيها للشرح تبعها لأنه شرحه بمزعج أكتر ما هو مفيد لقل لكم شوية نظرية ليش الثغرات تبعها هاي النظرية أول شغل الواقع بيطعان فيها مفهوم إنه من بعد ما نجح بالعربة العالمية الثانية قرروا يعملوا مليار الذهبي شو النتيجة لوقتنا الحالي إن كانوا هنم فعلا مسيطرين وكبار الكون وشو بدهم بيعملوا بيصير النتيجة اليوم عنا 7.7 وصلنا بال8 مليار نسمة يعني هنه مو بسفشلوا بالخطة اللي حاطينا المتحكبين بالواقع تبعنا مو بسفشلوا فشل ذريع لا يمكن تصوره يعني إنت لو عندك عن جد قاضي لكوة أرضية حابين يعملوا هاي الخطة كانت يعني بأسوأ أحوال فشلهم كان زعواد ما يكون مليار كنا 3 مليار لأنه خطوطهم مليار 3 أربعة ميبي 8 مليار نسمة صرنا نحن هاي أول شغلة تاني شغلة هذا استيعاب سبيستوني كارتوني مفهوم أنك أنت كل ما بتقلل عدد الناس عم بيصيروا البقاية أغنية صديقك ثراء الناس هدولي أنت بتخيلهم حابين يضلوا مبني على وجود ناس مستهلكة الموضوع هو استهلاك صرف أموال حتى يغنى نسبة صغيرة معينة لازم يكون في هيكل كبير عم بيستهلك لحتى هيكل صغير يستفيد ماديا هذا الواقع تبعنا اللي عم يصير هنا بالعكس لازم يكون بدون الناس أكتر لحتى هنن يستهلكوا ويصيروا هنن أغنية وهذا توزيع الثروات المالية بوقتنا الحالي بالواقع ناس واحد أو يمكن صفر فاصلة بالمية معهم مصاري أكتر من كوهة أرضية كلها ياتا فأنت عندك استيعاب سبيستوني للأمور صديقي أنت حسن شو حمثلك ياها بطريقة أصبط موأنه قلنا سبيستوني خلينا نروح على كوكب زمرود تخيق أن نحن عادين بكوكب زمرود اللي هو عدد سكاء ما بدنا كوكب زمرود حسن شو حعطيك مثال أنت نفسك أنت شخص صاحب قناة يوتيوب بالسعودية بطبقة محترمة تعتبر المجتمع عادة بيطالوا مصاري أكتر من الكويتي نعم شكرا أصدقائي عادة يوتيوبرز بهالأماكن بيطالوا مصاري أو يوتيوبرز بكل مكان يعني بيطالوا مصاري أكتر من أطباء أكتر من مدرسين أكتر من كذا وهو شي في موضوع محزن يفوت فيه بعدين فأنت ثروة اللي عم تفوت على حياتك بهاي المنطقة بالحارة تبعك تخيل أنا أقول لك أنه حنعدم أنت بالحارة اللي أنت ساكن فيها في مئتين شخص خليك حاعدم لك ياهم كلهم لهالميتين شخص مئة وتسعة وتسعين وتكون أنت الوحيد الموجود هل هذا بيرفع مستوى الثراء والغناء تبعك بسفكر فيها مستوى صغير لحتى تفهم شو عم بقلك الثراء تبعك يا صديقي مبني على فكرة هدون الناس يكون عندهم موبايلات لحتى يحطموا حلقتك يتفرجوا عليها لحتى يحملوا لك شلون أنت متخيل هذا الموضوع إذا بالضخمه أم بنجح أكتر أنه قتلوا الكل وخلوا بس مليار غني مو هيك تشتغل الأمور يا صديقي لكن الثقة تبع هاي الناس هي مزعجة أكتر من أي شيء تاني الجهل يمكن استيعابه الغباء أيضاً في فرق بين الغباء والجهل الغباء يمكن استيعابه لكن الثقة مع هذه الأشياء شكله محزن قد نتكلم عن أكبر تفجاب موجودين بأمريكا وطبعاً ما راح يسوونها بسهولة ولا راح يسوونها أشكار عين عينك ما راح يبحون سعب على الياد والي آدم سلام عليكم خلاص فراحوا للخطة اللي هي البشر الموجودين أصلاً لا يجيبون بشر جدد موتهوف ويكونوا منشاركم ولا تجيبون لنا ناس زيادة أوكي بس، ماذا؟ غيروا رأيهم من الخطة ألف ما هيقدروا يقتلوا سبعة مليون أسماء أنا أقول لك لا، ما خليهم ما يتكاثروا طيب ماذا؟ هيشرحنا ماذا؟ انتصار، ننشر ونزرع أذكار ضد الفطرة البشرية التي تجعلنا نكون علاقنا على الجنس الثاني مع التحفظ على ما هي الفطرة والتفسير تبعها أصدقائي بنت ولد ميت اللي يفوت ماذا؟ بي باي لدي مشكلة معهم بأنهم لا يوجد مشكلة بأي شيء بنت ولد ميت اللي يفوت بي باي سيكشولز أصدقائي هنا لا يوجد مشكلة برجل، مرأة، طفل، ولد، ميت، هذه هي التدريجات هل تصبح صغير على الأمور التي تتحدث بها؟ ومن رأي الشخصي المتوضع أن سبب التسمية هذا أكبر سبب أننا نعادي هذا المجتمع لأننا لا يوجدهم أبداً بالبداية، كان أضع الحروف فقط التي قلت لكم بعدين صارت LGBT، ضافوا Q ضافوا معهم الناس المشككين اللي ما يدرون أنهم ما يحبون وسموهم الـ اللي يتسائلون شنو يحبوهش هذا هو نحن男 صديقي بعدين صارت LGBTQIA بعدين شافوا أنهم قاعد يضيفون AI يالاي شو كانت ال-A وال-I كل ما حطوه وحطو بلس لأن ما في مكان أتوقع بالويكيبيديا أو بالدفتر يكتبونه، ما في مكان حق الباجي لأن هذا صار اسمهم واو كل الحروف يش راح نبيون معينة كل واحد طبعا على ما دون المذاهب لسه نطلع على المدارس الإسلامية والأفكار الإسلامية والشاعرة والحنابلة والاختلافات أحيانا تكون بسيطة نكون واقعيين بس في اختلافات أيضا بين المتكلمين وغير المتكلمين والقرآنيين تشعب الموضوع وتغير الأسماء لا يعني سوء مثل ما أنا هلأ ما فيني إليك الإسلام غلط لأنه في تشعب أنت أيضا ما فيك تقول أشياء الثانية غلط لأنه يكون فيها تشعب فكذلك قال أنا أحب شيء لفلاني أحطوه لحارف وأقول إنه جوي حيوانات راح يحطوه لي حارف أنا متأكد هذا إذا ما فيه حارف أصلا هاي إسقاط جميل أيضا بما أنه عم تسمحوا أنت للشباب والبنات يكونوا مع بعض فعنات أيضا بكرة حيطلع لكم واحد يقول أنا أحب مع الحيوانات وحطوني معه هذا حركة رخيصة ومقرفة هذه الحركة وفيها عدم تقييم لحقيقة الناس الآخرين أنه عم يحطر لك تصور أنه إذا قبلت أنه فيه إنسان مثلي بيحب يمارس جنس مع شيء مماثئ لأله فأيضا أنت لازم تكون مع نفس الناس يحبوا يمارسوا الجنس مع الحيوانات عم يحطهم بنفس المستوى هاي حركة رخيصة ومقرفة جدا بالوقت اللي أنا قاعد أصور فيه الفيديو نحيد بأمريكا قاعد تصير مظاهرات من أهالي الأطفال لأن أمريكا قاعد تشجع الأطفال من عمر الـ 2 سنة وتحت أنهم يحاولون نجلسهم لفهمتوا فناس جديد إلا مبادئ عادي باتشار ويقول لك أنا أسف لأنني قاعد أشكر بس اللي يحبون الأطفال هذول معنا ويضعون لهم حرف والله وحقوق هذي والله وليد يكون فيه عادي حقوق كل سنة هذي عندك عندك شعرات ونازم تكملوا هذا الفيديو بحسا ياسم أبدا أن أكمل الفيديو أنا معجب كثير بالناس يستخدم كلمات مثل إجبار وتحفيز وتشجيع وأنا معجب بهذول لأنه هذول الناس هن نفسهم اللي ما عندهم استيعاب للسيكولوجي البشرية أبدا من أساسها أصدقائي إيه مدى ما تسمعوا واحد عم بيقول أميركا عم تجبر العراق عم تجبر أي أحدا ما في شي يسمه إجبر بالأمور الجنسية ما في شي يسمه إجبار الأمور الجنسية هي ميولات ميولات جنسية بتحصل لأسباب عديدة خليط من البيولوجيا على الحياة الاجتماعية على التجارب الشخصية على الأفكار الشخصية خليط من هاي الأمور بتطلع بشي اسمه ميولك الجنسي يعني حتى الناس بتقول لك ما زالت بأنه أنا ستريت اتنين ستريت هنن حتى ميولون لستريت هذا بيكون فيه تفاصيل مختلف عن الآخر الجنس معقد والميولات الجنسية معقدة أكتر بكتين ما الناس متخيلة لكن الناس مثل هذا الأخ والناس بتحب تتابع هذا المحتوى أو بتصدق فيه لهذا المحتوى هنن الناس أقل ما يقال عنهم بسيطي التفكير مو بسبب الإهانة طبعا أزا ما بتصدق إيش عم أنت بسيط التفكير لا لأنه أنت بسيط التفكير لأنك أنت غير راغب بالتعمق أنت بتحب الأبيض والأسود أخي أنا ليش بدي فوت بالتفكير والمنطق ومبرر وغير خلص قالوا لي الله موجود وهو بيخلق وهذا الشي بيفسر الثغرات الآن بدي إياها let's go عطيني أبيض وأسود عطيني أنا hate and love هذا الشخص بتحبه هذا الشخص تكرهه هذا الشخص صح هذا الشخص غلط عطيني بساطة بحب البساطة لكن عادة الناس دولي ما بيعترفون أنه أنا بيحب البساطة وبيفكروا حالهم العميقين مثل الأخ هون الأخ حرفياً هو إنسان بسيط التفكير بيحب يا يسار يا يمين ما عنده شي رمادي بالنص لكن هفكر إذا بيجيب هاي الكلمات وبيعمل الحركات هم بيونه هو ببحث وفكر وشاف الواقع نو صديقي أنت إنسان بسيط التفكير بتحب يمين أو يسار لأنه لحد هلأ أنا أجزم ما أحكي من عندي لك ما حكيت لسه أجزم أنه أنت سبب رفضك لكل هاي الأمور ليس بالضرورة شيء له علاقة بالواقع وإنما أسباب دينية بمعنى أنه أنا أخذ موقف من هو يسار ومن هو يمين بناءً فقط على الشيء نربياني عليه وقالوني إنه هو صحيح وأتى بنصوص مكتوبة قيل عن قال أنا هون بأخذ آرائي بهذه الطريقة ما بيستخرجها من الواقع وتجربة الواقعية هذا اللي اسمه بساطة التفكير فنعم كنت عم بيحكي عن الناس وقال لك أجبر لأجبرت أمريكا وأشجعت ما فيك تأجبر صديقي يا أما أنت عندك يا هذا الميول يا أما ما عندك يا فبمجتمع عندك أنت الناس الستريت إذا بتحط لهم أفلام 24 ساعة ما هي تغير ما هي تغير شيء ما هي تغير شيء هل تعرف ما؟ حيث نعم هذا الإنسان الستريت عنده ميول للنسوان بيحب النساء ما هي تغير شو ما عملت له؟ جبرته عملت له عرض طلعت له شب حلو حامل ما هي تغير نيوله شيء في ناس بتقول مثلا طيب شو تفسير أنه بمجتمعات نسمح فيها بالمسلسلات والأفلام والأغاني وأنه يتكلموا عن العلاقات الحميمية المماثلة أو يتكلموا عن الالجي بيتي شو تفسير أنه هاي المجتمعات تبلش بيظهر فيها هذا الموضوع أو ليس هذا تشجيع أو غصب أو جبر؟ تضح أنه لا ليس كذلك تضح يا أصدقائي أنه لما نحن بمجتمع بيكون عايشين ما فيه تشفير وما فيه تجريم وما فيه تخويف للناس يلي هنن على طبيعة معينة أنه يظهروا على طبيعتهم تضح منه هاي الناس بلش بتظهر شوي شوي فوجودهم لهذا الناس لا يعني أنه بسبب التشجيع اقتنعوا بالتشجيع وإنما السماح لأنه يكونوا على طبيعتهم فتحنا المجال أنه نقولوا من هنه هذا اللي بيصير لما نقول لك ما أحلى بالسعودية ما عنا هاي مشكلة لكن موجودة بالدنمارك مثلا الفكرة أنه هذا لا يعني أنه ما عنكم غيز أو ليزبيانز أو باي سيكشوز بالسعودية هذا يعني أنهم خايفين من المجتمع هذا يعني أنهم هن عرفانين أنهم غير قادرين عن الخروج والإظهار والتكلم عن شو هي حقيقتهم هذا اللي بيعني لكن يهديكم مجتمعاتي اللي ما يسمح لهم فيها ظهروا فلما أنت بتسمح لهم بالسعودية وبيظهروا هذا لا يعني أنك جبرتهم وشجعتهم وغيرتلهم ميولهم الجنسي الناس اللي حابت أكل شهور مزجاج طول عمرة ما حتغير رأيها بس لأنه صار وائل كفوري يأكل شهور ملحمة ما حيغيره ميول هذا ميول رغبة كانت موجودة ناهينا عن الثقل الديني اللي بيجي على هاي الناس كل ما بفتح كتاب بآية بالقرآن كل ما بسمع الشيخ عم بتكلم كل ما كذا بذكروني أنك إذا بتجيب بصيرت الشهور ملحمة بدك تحترق وبدك تعمل وبتستاهل بصير عندك خوف بصير عندك ثقل ديني اجتماعي عائلي محيطي بصير عندك هذا الثقل أنك أنت خايف تعترق مع أنه أنت ضمنيا ولي بيحزن أنا برأيي أكثر عمستوى الديني أنه الناس المؤمنة فقط أنا آسف بني قربت على الشهور ملحمة والججاج لكن أوضح الموضوع يعني مش هنختصر اللي بيزعل إليا بالمستوى الشخصي أنه الناس اللي فعلا مؤمنة أنا فعلا مؤمن بهذا الإله ومآمن أنه هو اللي خلقني ومآمن أنه هو صاحب المجتمع تبعي والمهيمن ومآمن أنه هو الكتب تبعه صحيحة لكن عم بقرة فيها ديشها جريمية وحقيرة أكل شاور ملحمة اللحمة أو رغبة شاور ملحمة لكن أنا بعرف ضمنية مني بحبها قدشها محزن هذا الشخص أنا هذا اللي بيزعل عليه لهذا الشخص اللي هو أنا والله مآمن بهذا الإله وحبه وحابة بكون معهن وبعرف أنه هنو بيحبوا يعملوا رقمانة لشاور ملجاج بس شو عم يكذب على حالي؟ يعني بدك ياني أكذب وقول أنا ما بحبها شاور ملحمة الحقيقة نعم هادي بدك تقول فعلا ما بحبها بدك تقول مع أنك أنت بتعرف أنه نجوها عم تكذب حاجة ترقى شاور أنا سعر يا أصدقائي بس أنا وراي مين لا أجد معنى إلحادي من قتل الدجاج لسناعة وانا بحاجة بس الصورة واضحة ولا كيف بس لأشرب ما يسعى عم بلاي فنعم فأنا بزعل على هذا الشخص لأنه بكل بساطة هذا الشخص عن جد هو مؤمن من قلبه عن جد بحب هذا الدين ربيان عليه بس ما بقدر يكذب على نفسه وبيعرف شو هي التكلفة إنه إذا ما كذب على نفسه هاد الشخص شو بصير بيعرف تكلفتها إذا بيطلع بيقول أنا فعلا بحب شعور اللحمة وما بعرف ليش أنتم بحارمينها ما بيعرف شو التقلي بصير عليه لهذا الشخص فنعم ما فيك تستخدم كلمات مثل الأجبر وقاله وعمله ما فيه إجبار إذا أنت بتحب الجاش هتاكل الجاش أحد اللحمة هتاكل لحمة It's a preference ميول اللي هو بعرف إنه sounds funny بعرف إنه يبدو إنه مضحك الميثات عشانه من اللحمة لكن طريقة الميول وتركيب الميولات والرغبات هو مشابه تماما مثل ما حكينا بالبداية الميولات الجنسية العلاقة بتدريجات بيولوجية واجتماعية وتجارب شخصية وكذا لأ مفهوم إنك أنت اليوم بتحب اللحمة عن الجاش هو مشابه لهذا الشي فيه أسباب تجارب اجتماعية وكذا بتوصلك لهذه الرغبات أيضا حتى على مستوى الطعام ومستوى الجنس فعم بحاول أقوله بعرف إنه مثال مضحك لكنه بالواقع ينطبخ لأنه اسمه preference في حسنها يساوها غالب يشوفون فيها كم بالمية من الشكان أمريكي يشوفون إن العلاقة بين أثنين من نفس الجنس تعتبر أخلاقية وعادي عنده بللشت الحصائية بألفين واحد وكانوا 22% من الشعب الأمريكي عادي عندهم الموضوع الفين واثنين وعشرين تخيلوا بوقتنا الحالي نحن عمل إحصائيات بالدول العربية بلايكم تطلع 20% ارتفعت النسبة لـ 85% من الشعب عادي عندهم الموضوع أنا بحب شنو الإخوة الكويتية بيستعملوا كلمة قاعد قاعد بكل شي قاعد يرمي قاعد يأكل قاعد يمشي حتى فيه يعني أنت قاعد يمشي هل تشكت تكون قاعد يمشي I like it خلص الموضوع لا حبيبي إبليس عايش معهم كل سنة صار الموضوع إبليس عايش معهم ما في تحيوزات دينية بالموضوع أبدا خرافية إبليس موجود أصدقائي للناس اللي عم بيسألوه بعرف لكم شوفوا كم كومنت عم يسألونا مين هو إبليس الإبليس هو حقيقة مطلقة لكيان خلق الله لحتى يعمل شر بالأرض على عموم أنت الحمد لله مسلم وثقاتك عالية وفترتك سليمة والله يبعدهم عننا وهم أمراتهم بس الجيل الجديد لازم نثقفهم ونوعيهم مبديد ما أتوقع شخص قاعد يشوف الفيديو ما يعرف قصة سيدنا لوت مذكوره بالقرآن وعلمونا إياه يوم كنا صغر أنا محزن من نسبة لي أنه أنت كإنسان حابب تدافع عن جيل الجديد وأنت فعلا عندك تأثير كبير عن جيل الجديد لكن الفكرة تبعك لا مبنية على قانون لا مبنية على علم لا مبنية على فكر لا مبنية على استنتاج مبرر للواقع وإنما قصة لوت يعني أنا حابب دافع عن جيل جديد وبتمنى أنت على الفترة السليمة بعدين شاء الله إذا إنسان على الفترة السليمة ما بيخاف عليه ليش لازم متابع الفيديو تبعك نحن إذا إنسان الله خالقنا على فترة سليمة ليش الفيديو بيحاجته نحن والمعلومات تبعك يفترض الفترة السليمة تكون كافية ولا أنت عم تصلح أخطاء الله يعني فترة كانت غير كافية في الفيديو تبعك أنت بيصلح خطاء الله هاي كمان شغلات جميلة للتفكير لكن من بعدها يعني حاكيني شغلة اجتماعية فلسفية على المقال لأي شي حاكيني شي حتى لو ما لهم بالضرورة مثبت لكن شي يكون منطقي واقعي قصة لوت يبدأك تدافع فيها أنت عن المجتمع تبعنا والأطفال كلنا نعرف تفاصيل القصة عشان لم نقولها حقيقية يا لنا لكن لاتنا مو سنعرف تفاصيل قصة كلنا موجودين أصلاً أصلاً يعني الشغلة مو بس حقيقة مطلقة هاي كلنا موجودين نحنا شفناها بعيننا سيدنا لوت وهو ولد أخو سيدنا إبراهيمي يعني سيدنا إبراهيم يصير عم سيدنا لوت عليهم السلام ورسالتهم كانت بنفس الحقبة الزمنية ولأ وكانوا عايشين في فلسطين مع بعض لأن جاء أمر الله لسيدنا لوت أن يروح لقرية اسمها سدون الوي منو على سدون قوم سدون كانوا أثرياء الفيديو توقعه حلو طريقة التصوير الحركات he's funny يعني أنا عم بتخيل لو أنا إنسان أفكاري مطابقة لهذا الشخص بلاقيه كتير فني وبلاقيه كتير لذيذ أنا عم بلاقيه لذيذ ما عم بلاقيه فني بس عم بحاول هيك أحيد شوية حيزاتي فكرية لأشوف محتوى توقعه جيد طريقة تصويره يعني الأسقصة وكذا it's very creative very good مواغنية أثرياء في فرق وعندهم ثمار والله من أم عليهم لين حاشهم كحط وفلسوا فعاشوا فترة صعبة حي فبليس شاف شغلة يعني بتمنى ما يشرح الرواية الإسلامية عن قوم لوط لأنه عن جد مضحكة ما بظل لاح يفتحط حاله بهذا الموقف المحرج وعندهم ثمار والله من أم عليهم لين حاشهم كحط وفلسوا فعاشوا فترة صعبة حي فبليس شاف شغلة يعني ما وصلكم للقحط اللي انتوا فيه إلا كرامكم صدقني عطيب كلمة مركم أحد ضيفتوا وعطيتوا من الثمار لعندكم وفلوس وقوالت هل ستقبون الحل عند الأقل يا جماعة أي أحد يمر من صوب القرية تأخذوا منه أربع دراهم ومكحوا من دبرة تريد رحي يكره قرية هلا حسب الرواية الإسلامية أول شي بتنكحوا من دبرة بعدين تأخذوا منه أربع دراهم رياتكم يو رحي يكرهكم ما رح يرجع مرة ثانية للقرية وتصيرون أغنيا مرة ثانية عجباتهم الفكرة فبليس تغول على هيئة أجمل ولد شافون الأخ عم بيحكي كأنه حقيقة مطلقة هاي الرواية المفرطة للضحك عم بيحكي شوفوا الثقة اللي عم بيحكي فيها كأنه مو بس حقيقة مؤرخة كأنه شاف بعينه شو صار عجباتهم الفكرة فبليس تغول على هيئة أجمل ولد شافون ناس بوقتها تسوّوا فيه اللي يسوّوا يعني وصارت عادة من عاداتهم أن أي أحد يمر على هالقرية حتى لو من بعيده تنلوه صاروا بوقونا ويسوّوا بـ بوقونا يوم بدأ هالموضوع شي يجر شي شي يجر شي رواية لوط وبيشرح لك الطرف المحرش تبعها يلي بيتهربوا منها العادة الدعاة يلي هي رواية حقيقية ثابتة حتى عن رواية عن ابن عباس هي هي شو صار أصدقائي حسب الرواية الإسلامية لم يكن هناك لواط أو مثلية جنسية بين الرجل وآخر قبل الحقبة الزمنية تبع لوط عليه أفضل الصوت والسلام لم يكن هناك يعني الإسلام ما رو سمعان بالتاريخ البشري ما رو سمعان باليونانيين ما رو سمعان ما رو سمعان بأي حضارات تانية شو كانوا يعملوا بالميقلات الجنسية دعوهم والآخر مو سمعان الله هنهي الأمور المهم حسب الرواية الإسلامية اللواط أو المثلية بدأت مع قوم لوط إيش لهم بدأ هذا الفعل لما سألوا للرسول كيف بدأ هذا قال لهم من قوم لوط كانوا أغنية ومبسوطين وسعيدين لكن دار عليهم الزمان وصاروا فقرة واكتشفوا أنه سبب فقرهم هو أنه كانوا كريمين مع الآخرين أي حدا بيجي بيطعمه أي حدا بيشربه فهذا الشيء اللي جاب عليهم الناس أكثر سواء اثناش تجي تستغل الكرم تبعهم فهون إجا الشيطان اللي عندهم بعد ما فقروا ليقنعون يغيروا الآلية تبعهم مثلما من قولوا إجا الشيطان أنا إيش عمل تلكهم نستنوا شوي لنجيب الآية لأنه لازم نعرف أنه ما في شيء اسمه يجي الشيطان من نفسه وإنما الله يرسل الشيطان عندنا آيات كثيرة بالقرآن تتكلم أن الله إذا أراد أن يفسد قوما أفسدهم وأغواهم ودمرهم بفسادهم والآخر لكن الآية بتوضح الصورة اللي أنا حابب بوصلها هي ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة الله هو اللي بأرسل الشياطين والأز شو هو الإغواء أصدقائي خلينا ندور في شيء تفسير نطور يعتبر ألم ترى أن الشياطين على الكافرين أي سلطناهم عليهم بالإغواء تماما هو الإغواء حتى عندنا بالتفسير تاني تغويهم إغواءا تماما تأزهم أزة هو الإغواء فما في شيء اسمه إجا الشيطان هو عم بيحكي لك إجا الشيطان كأنه الشيطان هو يتشرير وحب يخدعون كله بأمر إلهي عم يصير هذا الله هو قرر أن الشيطان ينأز عليهم لهذه القوم فشو الحكمة الإلهية تبعهم؟ يعني يحولون لناس سيئين ويبلوهم بأعمالهم يعني الله بيحولون لناس سيئين وبيبلوهم بهذا السوء وبيقتلهم على أساسه شو كانت الخطة الإلهية يلي تجسدت بعمل الشيطان يلي بيجي لعنكم لا تستضيفوا هاي هي كانت الخطة؟ يبدو منطقية؟ لا طيب يلي بيجي لعنكم اشتموه هاي هي الخطة؟ نو يلي بيجي لعنكم ضربوه يا أخي نو يلي بيجي لعنكم تنكحونا دب يلي بيجي يكون ضيف تنكحونا دبره ويأخذ منه أربع دنانير ما في حال تاني وهدول الناس كانوا على ما يبدو أغنياء بفترة معينة وأيضا ما يبدو أذكياء بما فيه كفاية ليكونوا أغنياء لكن فجأة اقتنعوا بهاي الفكرة الرهيبة من الشيطان تنكحو دبرو وبتاخدو منه أربع دنانير ما في حال تاني ما كان بيكتفي إنه نشتموهن يلي يجو أو نكون غير كريمين معهن أو نضربوهن لا لا لازم ننكح الرجال وناخد منه أربع دنانير هيك بلش بلشت حسب العقيدة الإسلامية والرواية الإسلامية هيك بلشت المثلية هيك بلشت الواط تاريخيا في حدا عنده مشكلة أحد هلا طيب خدوا أربع دنانير بدون تنكحو طيب نلاحظهش أنا نكحو بدون ما تأخذوا أربع دنانير يعني فكرة يعني ليش مش معين التنتين سوا إذا بيشوا لعنكو الناس تاخدو منه أربع دنانير هي الحالة كافية للنفور أو إذا بيشوا ما بتاخدو دنانير بس تنكحو أيضا كافية للنفور ليش تنتين بس أخي حتكون أحكام من الله اللي هو أز الشيطان الذي أقنع هؤلاء العباقرة عما يبدو حتكون أس كأنتين هلأ حدا عنده مشكلة بهذه الرواية شي كله منطقي كله زي العسل وكله مثبت لأنه حصل أوكي؟ هل نحن 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 قالسهم كانت أعوذ بالله ما أحكي لكم فعلتهم الشينا كانوا يسويون حقاً بعضوا مع بعضوا بدون لا يستحون كانوا قطع طروب يخطفون الذكور ما في شتي كان معهم الأخ قاعد فيما ما يقولونه شو أخلاق فعلي وغريب يجمع عليهم سيدنا لوط جاء الأمر أن يروح ليه سدوم وراح سدوم وانصدم من المناظر اللي كان يشوفها تعرف بنفسه وقال لهم أنا راح يسكن عندكم وبلش ينصحهم بس طبعاً اللي يفكر بشهوتها قبل ما أتحكي لي اللي يفكر بشهوتها هلضان أنت عم تقول لي هذول قوم الشيطان أقنعهم أهلا شي كمان هاي الشغلات بالإسلام لما نقول قوم دائماً كلهم بيكونوا شخص واحد يعني اللي بيقولوا سأل أهل قريش الرسول عليه الصلاة والسلام شخص واحد أهل قريش هزيغاي بيكونوا كلهم بتجارهم بمفكرينهم بأغبياءهم بنساءهم برجالهم كلهم شخص واحد هاي فهنن شو نفس الشي الشيطان الجقنعهم كلهم لا ما بعرف شلم تزبط هاي القصص بنوايات الإسلامية لكن مجبورين ناخدل حتى تمشي الستوري شلم ده تمشي الستوري إذا ما حولناهن لقوم واحد بشخص واحد بياخدوا رأي واحد it has to work فنعم بس أنا اللي دققت عليه هون انه هولطا انت عم تقولي بأنه ذهب لوت عليه الصلاة والسلام وعاشر هؤلاء الناس ماذا يفهم من هذا الكلام أصدقائي إذا هدون الناس ملققنين شيطانياً انه أي حدا جديد بيجينا we have to do this بس لنحسن النية مع الرسول الكريم سيدنا لوت عليه الصلاة والسلام خلنا نقول نتمنى أنه سيدنا لوت لما راح كان معه أكثر من أربعة دنانية لبشان ما يصير مشاكل ما يفكرون بعقل أصروا واستكبروا على الضلال اللي يوم فيه واعتبروا فكر سيدنا لوت عليه السلام وهو التفكير الشاذ بينهم بس سيدنا لوت ما رصحهم مرة وخلام عليكم خلاص لا لأن الموضوع مو شخصي موضوع رسالة من عند رب العالمين فكمل ينصح لين شاف أنه ما في فايدة قال لهم يا جماعة ترى والله الله راح يعذبكم ويرسل عليكم عذاب أليم قالوا ليلا نتحداك أن الله يعذبنا أعودوا بالله أخذوا قرار كلهم كلهم يا جماعة المصيبة أنه ولا واحد آمن تماما كلهم يعني وفي قوم كلهم كلمة واحدة ولا واحد من قوم قال سيدوم آمن فكان ردهم الأخير وخلاص هذا قرارهم أنه ما يبون لوت وهي وهذا الكامل نتأكد منه صحيح بأنه فعلا ولا واحد ولا كذا بس نتطلع على مجتمعات بوقتنا الحالي نحنا يعني أنت بتجتمع بأي إنسان سوري هو نسخ عني اللي يقبله تماما ولا بتفرقه أبدا على السعودية على الكويت واما تروح فا اللي عم يشكك بهذا الكلام كلي الصدق بس يسأل نفسه للحظة شو المجتمعات اللي بوقتنا الحالي شكله أوليسهم كلهم على طبق واحد واضحة وأهل بيتها عندهم بسدوم ليش؟ شو نقول العذر لأنهم يطهرون يعني نجاسة شديت أنا مع شدي قرار وزاري من آل سدوم أنا طلعوا لوت وبناتها من آل سدوم بس خلوا زوجتا زوجتا تتحبنا وما عندها مشكلة معنا فخلوه عبوا سيدنا لوت سيدنا لوت تعب لين رفع إيدا وقال ربي ينجني وأهلي مما يعملون ربي استجاب دعوة لوت عليه السلام وأرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل بس قول هاي أحداث صالت أصدقائي قبل ما يتم اختراع الكاميرا والآيفون يروحون لوت كان عندهم وهم أن يروحون لسيدنا إبراهيم عليه السلام ويبشروننا أنه سيجيك ولد جديد إسماء إسحاق هاي يوم شعفهم سيدنا إبراهيم استغرب سؤال كيف كانوا يتكاثرون إذا ما كان فيه إلا لواط ستريت هلأ خليطك بين كلمة لواط وستريت is very funny I love it I hope you did it intentionally you funny bastard بس هن يقال أنه نتكاثروا قبل ذلك يعني هن التكاثر كان موجود قبل ما يصيروا كلهم لواط لأنه هيك تشتغل مويلاتي جنسية أصدقائي الشيطان بيقول لك عمين شغلة أعمل كل بيصيروا بيقدر يعملوا بعدين عندنا مشكلة ثانية نسيت لكم عليها عندنا مشكلة ثانية لما كنا عم نتكلم من شوي عن الحكمة الإلهية بيأز الشيطان وإغواء الشيطان لهذور الناس هلأ أصرنا مجبورين يجيب الرواية قبل 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 عن ابن عباس مثل ما كنا عم نقول يعني نشاركوا بالفيديو نفسه بس أنا بدي جيب لكم يا هو اللي هون عن ابن عباس قال إنما كان بدأ عملوا لوط إنما كان بدأ عملوا قوم لوط اللي هو لوط أن أبليسا جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة صبي إجهوا بهيئة صبي أجمل صبي رآه الناس فدعاهم على نفسه فنكحوه ثم جروا على ذلك فالصديقة يسأل شلون كانوا كانوا يتكاثروا من قبل طريقة معينة لكن الشيطان إجاء إبليس على شكل صبي جميل عمل قرية رجال القرية كلهم غيروا ميولاتهم الجنسية لأنه مثل ما كنا نحكي منه شوي شو هي التجربة تبع المجتمعات وشلون كلهم نسخة لصخ كمان عنا تجربة مع هذا الموضوع أصدقائي أي حدا بتقول له غير ميولك الجنسي تعالي انكحني أعم بيتغير ميوله الجنسي فورا فينا نعمله تجربة أنا إنسان بميل جنسيا للنساء هلأ إذا بيجي براد بيت بنزل بانطلونه أعم أنا فورا why not let's go هيك تشتغل الأمور ناهينا أنا جبت لكم هذي الكلام مو بشأن الرواية رواية عم نحكي عنك إنا لكن شأن كلمة صبي كلمة صبي أجمل وصبي رأاه الناس الحكمة الأخرى بالكلام هاد إنه الشيطان ما إجاهم بصورة رجل جميل مثل ما كان يأتي جبريل على شكل دحية وإنما إجاهم صبي شو معناته هلكلام معناته مو بالضرورة هنم يولن للغوات فقط وإنما لأنه صبي لغويا باللغة العربية هو ما دون الحلم ما دون عمر الحلم اللي هو بوسطيا لعمر التسع سنين ثماني سنين هذا الصبي باللغة العربية فالشيطان تهيئ على شكل صبي عمره سبع سنين ثماني سنين عم عيني انطار عقلهم مارسوا معهم الجنس فالله عاقبهم على اللواط طيب إذا كتعقبهم حسنا عن اللواط بعتلهم رجل جميل بعتلهم رجل شميل جميل شعره طويل أشقر ببشرة بيضام وهذا كانوا يتغنوا فيه العرب بعتلهم ليش بعتلهم صبي انت مفهمت انت بعتلهم صبي انت مفهمت هذوب بيليين ولا حسنا ما فهمت انت كإله انت ما كعرفان عن شو عم تعاقب عاقبوا لي هذوك اللي يعتهم ليش لأنهم أكلوا شاورمة لحمة بس سعادة جلالك ووجودك انت عرضت عليهم آيس كريم وانا أكلوا آيس كريم نعم لهيك نحن نحن بددين طبعا ممنوع شعورمة لحمة ف مرة ثانية سبحانك وجلالك ليش ما عرضت عليهم شعورمة لحمة لازلت عاقبهم على أساسه هذا اللي صغير بال فالله بعط الشيطان لهذا القوم لحتى يحولهم لمثليين جنسيا ويعاقبهم على أساسه لكن بعطلهم صبي صغير فما فهمنا العقوبة هي مستحقة ولا غير مستحقة فيك تقول أنا عاقبتهم لأنهم كانوا يمكن ما كانوا بقدر يقول إلهنا عاقبتهم على البيت لأنه هذا شيء محلل بالإسلام تضح والرسول من بعد سيدنا لوط بمئات السنين عملها زوج القاصرات أو القاصرة أنيويس طال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قد بعدين هولدان سؤال ثاني إن كان إبليس تحول لأجمل ولد هل جاب معه أيضا أربعة دناني ولا أول مرة مجانية كانت إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين هذه الرسالة حتى اللي يقول ما ليشغل فيهم كيف هم والله يسوون اللي سوون أهم شيء ما قاعد يظهر لا حبيبي لازم نكون ضد هالمموضوع أمية بلمية حتى لو مو بيدنا نسوي شيء من داخل نكون ضد الموضوع خلاص هو أمو عم بتواصل مع الجيل الجديد وأنا حابب دافع عن الجيل جديد إنه ما فيك حتى تكون أنت محايد ما فيك تقول تبع أخي أنا وقت الجد أنا بتجربتي شخصية معدي مشكلة معهم يصطفلوا يعملوا حتى هي ما فيك طيب شو الحجة اللي يازم ابني عليها أنا قاو اللي رواية قوم لوت الغير مضحكة والحقيقية مطلقة هاي الآلية لازم تبني عليها لا تتسامح مع الموضوع حتى بينك وبين حالك صو الملائكة عليهم السلام من مهمتهم الأولى وراحوا ليس دوم على هيئة ثلاث شباب جميلين جدا 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 شافهم لوت تضايق لأن طب إذا كمان فاتوا على هاي القرية بتمنى كل واحد كان معه أكتب من أربعة دينار لأنه متذكرين لهذا القاعد اللي انت بنيت لنا ياها قدري إن لو شافوهم آل سدوم راح يسويون فيهم عادتهم الواصل هلهم قالوا مش قاعد تسويون يعني والله العظيم ما في أنجس من آل سدوم راح يسويون فيكم أفعال أعوذ بالله فتعجل وخذاهم دخلهم بيتا قبل لا يشوفوهم آل سدوم لأن إذا شافوهم يروح لوت عليه السلام ويسند على الباب عشان ما يدشون وهم قاعد يصارخون طلع لنا الحلوين اللي عندك نابي الحلوين فلوت كان يرد عليه أخ معهم كان حرفي يعني أخ كان مصور وسبانسر بهذه الحلقة يوم أن يا جماعة أخذوا بناتي تزوجوهم أطهر لكم وهذا اللي أحل الله يعني قالوا لقد علمك ما لنا في بناتك من حق وأنك لتعلم وما نريد والباب كل ما لو قاعد يندزوا أكثر وكل ما لو يتجمعون على الباب أكثر لين خلصت لوت تعب يوم اشتد الكرب على سيدنا لوت عليه السلام جبريل شافا تعب هقام جبريل عليه السلام قال لجبريلي طلع الطرف جناحة بس على شاهم وعام عيونهم الملائكة طمّنوا لوت وقالوا عنده جناح يعني طبع طرف صغير من جناحه ضأط أفلاشي عليهم كل يا طونزقاء بلعب كاونتر سترايك بيعف جمعناتها بطرف نجناحه طب ليش الملائكة عنده جناح هل هو لأنه الملائكة عنده خيارين لحد ليش ملائكة عنده جناح يا أما رقم واحد الملائكة لما بتسافر للسماء للفضاء حتى مو السماء للفضاء مجبورين يستخدموا الهواء اللي غير موجود لحتى يطيروا ويصلوا للسماوات اللي هو لا يمكن أن يحصل بالفضاء مع عنا هواء ومعنا اتجاهات أصلا أن نستخدم أجنحة هاي خيار رقم واحد يعني الله حاططون زينة للملائكة أو مفهوم الملائكة وهي الأشياء مبني على روايات وخرافات تاريخية بشرية البشر انجبروا يتصوروا أنه هاي كيانات يجب أن يكون لها ملائكة أجنحة لكي تطير لأن الشي الوحيد اللي شافوه بطير هو الحمام والطيور أترى شو هي هالإجابة رقم A ولا B ما فيقول الرقم ما فيك تقول الرقم لا تضايق ولا تخاف راح نهلكهم وننجيك أنت وبناتك إلا زوجتك فهي من أغابرين راحوا الملائكة وهما متوعدين هم بعذاب عظيم أدرينا صعب بس أبيكم تخيلوا معاين بعد هالعذاب وبعد هالفرص هذي كلها كانوا مصرين على فعلتهم ونجاسة إصرارهم وحبهم للنجاسة لما أنا مغريب علي يعني أحس فيه ناس موجودين الحين بيننا ألعن منهم العموم إذا فيه ناس موجودين بيننا ألعن من هدول اليوم وين الملائكة اللي بينزلوا بيعملوا حلقة Attack on the Titan حسب الرواية الإسلامية يفترض أنه فعلا اليوم عنا أسوأ من قوم من قوم لو يفترض أنه فعلا عنا أسوأ شو بيصدر على أمريكا لحالة فرجع ما للي يرجعنا اليوم والقصص اللي عاو تصير بأمريكا وين الملائكة ليش ما ينزلوا يعملوا هاي الحركة ولا لأنه في كاميرات عنا بوقتنا الحالي معجزات لا تحصل قد يكون ليش ما بتحصل ليش كل ما من نرجع على وراء أكتر لعالم الخرافات وعالم عدم التأكد من المعلومات والمساحات التي لا يمكن تصور شو كانت تحصل بهي الأمور ليش كل ما لا بتزيد الإدعاءات ما لك حاسس منها هي إشارة لشي غلط كل ما كل ما بنرجع تاريخيا لفترات لا يمكن تأكد من الأمور إن حصلت ما حصلت كل ما بيزيدوا الإدعاءات تبعها بكلمة واحدة قال اللهم ساعدني أم نزلوا الملائكة بنجي بعدين بعد كم مئة سنة بنصل عند محمد أمطر علينا الله لا يمتر وإنت قاعد بيناتهم بنجي بعدين من بعد لوقتنا الحالي وينهم هي كل ما بنرجع لوراء أكتر كل ما بيزيدوا الإدعاءات وبتختفي الأدلة كانوا نسي يحكي لنا قصة عن بناتهم لسيدنا لوط قبل ما ياخدهم كانوا يهرب فيهم كانوا نسي يحكي لنا قصة هو يتحرج منها والعقيدة الإسلامية كلها بالأئمة تبعها يعني مو سهو إن كان هو متحرج منها لا ضير لكن حتى الأئمة تاريخيا متحرجين منها كانوا نسي نجس العذاب عظيم جدا 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 لدرجة إن اللي شوفه من بعيد بس راح يهله فحتى لما تسمحون صوتهم وراكم يتعذبون ويصارخون وتسمعون أصوات غريبة لا تلفوا الزوجته ما كانت تدري فلفت شافت العذاب كانت صارخ واقع فانشملت زوجة لوت لأنها كان ما عندها مشكلة مع الموضوع وحدها عذاب الدنيا اللي راح يوديها لعذاب أبدي في نار جهنم بالنهاية الله خلق الملائكة بعقل بدون شهوة خلق الملائكة بعقل بدون شهوة عاقل بدون شهوة نو وخلق الحيوان بشهوة بدون عقل نو خلقنا إحنا عندنا الأثنين وخيرنا نكون حتى يمشينا مع عقيدة أنه نحن مخلوقين وخلق حقيقي والله الخالق والإشياء لو تقول الملائكة عقل بدون شهوة جو معنات هذا الكلام ما أنه عندهم عقل العقل معنات التفكير التفكير ينتاج معه هو اتخاذ القرارات الملائكة حسب العقيدة الإسلامية صديقي لا تأخذ قرارات الملائكة سمعا وطاعة بعكس العقل تماما فمفهوم البرمجة الآلية ما عندهم عقل خاتمة جميلة بأنه إذا أنت بتميل لهذا المحتوى وتحبه الخاتمة الجميلة لكن لساها علاقة بالعقيدة الإسلامية من بعده شو قال الحيوان شهوي من دون عقل أيضا الواقع ما بيأثبت هذا الشي العقل أو ما يسمى بالعقل أو الوعي أو التجربة أو اتخاذ القرارات موجود عند الحيوانات مو بالضرورة شهوية على الحل لكن مرة تانية الأخ إنشائي كلامه وآخر شو قال إنسان عنده الاثنين وانت بتختار إن كلنا هذا كلام صحيح اللي أنت عم تقوله الإنسان عنده الاثنين هو بيختار معناته الأنبياء يفترض أن يكونوا من أحسن المختارين وأحكمهم طيب شو عمى سيدنا لوط بالرواية اللي أنت نسيت تشرح لنا تحكي لنا عليها شو عمى سيدنا لوط لما أجوا الملائكة اللي عنده بشكل رجل جميل وهجموا القوم عليه هون لنشوف الإنسان العاقل الغير بهيم يشو أخذ قرار خلونا نشوف سوا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمُ هذا لوط عم يحاكيه هذا القوم هؤلاء بناتي هن أظهروا لكم سيدنا لوط اللي ما عم يمشي مثل الحيوانات اللي هي شهوة من دون عقل وإنما عم يمشي مثل الإنسان وخير البشر لأنه رسول عرض بناته على رجال يمارسوا الجنس معهن لحتى ما ينكسر مآمنة قدام له ضيوف هاي فكرة جيدة نعلمها للناس يعني ليش ما نعلم الناس بأنه هاي حركة حكيمة بحال أنت إجاك ضيوف ومو حابب يسود وشك قدامهم بسبب أهل الحارة طلع بناتك عرضهم وبصراحة أنا على مستوى الشخصي فيني يفهم عنه مو موجودة بالقرآن لكن فيني يفهم إن إذا بناتك هانوا عليك ليش لأ مرتك وإمك وأي حدا أختك مثلا أي حدا طلع إلى يعني يلي بدي يقول لأ ليش عبتضيف من عندك هاي الشغلات متفهم مو موجودة بالقرآن لكن إنت سفيت عبتحكي لعلى سيناريو بناتي ضنايا ما عندي مشكلة إنه يتمني كاحن حتى ما يسود وشنا لكن بضرب الخط الأحمر أنا بتقل لي إختك وأمك هذا الخط أنت عم ترميه فمرة ثانية هذا رسول يفترض هذا من خير هذا واحد من المصطفى يعني يعتبر بينطبئ علي موصفة المصطفى استفاه الله من الأهل من القوم أخذ هذا القرار ومو بس هو أخذه الله عم يذكره بالقرآن على أنه فعلا ليس بالضرورة قرام غير حكيم الله ذكره بالقرآن على أنه قرار حكيم على أد ماله تقي الزلمة عرض نساؤه عرض بناته عفوا فشلان حاولوا يهربوا من هذا المأزق الإخوة المؤمنين المسلمين شو بيقولولك بيقولولك لأ هنا بناته تعود على أهل القرية هي يمكن لأيه عند آتل شوفين كثير عنده قال مجاهد لم يكنا بناته لكن كنا من أمته وكان نبي أبو أمته تماما هنا شو بيقولولك أنه لما قال بناته قرآن للوت هو لا يعني بنات المباشرات وإنما هو بما أنه رسول للمنطقة فهو أبوها للمنطقة فهو أب لكل البنات الموجودين بهذه المنطقة فهذا اللي عرضه فالسؤال بيصير مرة تانية أو الأسئلة إن كان لوت مبعوط على قوم كافرين لواط يمارسون الفاحشة وما بيسمعوله على أي إي أساس نصبطوا أنه هو الأب تبعهم يعني أنا متفهم لو أنت من رأتي اللي في قسم منهن كانوا يتبعون لوت اللي ما بيدروا يعملوه حسب العقيدة الإسلامية ليش؟ لأنه إذا بدأك تقول فيه كان قسم منهم يعتبروا مؤمنين وآمنوا فيه معناته الله كان ظالم لما ألب القرية وأتلهم كل ياتهم ضربة واحدة ما فيك تقول أنه كان فيه متابعين فصبيت أنت مجبر فقط تقول أنه هدول ناس كلهم كفروا ويستحقوا الموت لكن مؤلوط كان أبوهن نفس الوقت هو كان الأب الروحي تبعهم وحتى ولا لو مرأنا أهلا يدقصوا وقلنا فعلا هو نفسه كان معتبر حاله الأب الروحي هل أخلاقي أنك تعرض نساء لممارسة الجنس لحتى بيض وشك قدامه ضيوفك يعني حتى لو افترضنا أنت إيم هذا المثال تبع بناتي أنا أو أخواتي أو أمي أو كذا لو افترضنا أنا مختار ضيعة مختار ضيعة أو مختار قرية وصار عندي مشكلة بيني وبيني الضوفي حيسود والشي هل من الأخلاق أن أنا أتصل على البيوت تبع أهل الضيعة ولو طلعوا لي نسوانكم كلها ياتهم البناتكم وخليوا ماسوا الجنس مع الناس يجايين يعملوا مشاكل لأنه أنا بصراحة محابب يسود والشي هل أخلاق يعتبر هذا الشي ثغرات أصدقائي ما في قرنة يصح منها أو يستقيم منها هاي الحجة اللي عم بيحكيها المحزن بالنسبة لي أن شخص مثل هاد هدفه أنه يحمي الجيل الجديد من الأذكار الغريبة والشاذة وهو عم يعلمهم هذا الكلام وكلامه كله من أساسه مبني على اعتقادات خرافية أقل ما يقال عنها مثيرة للضحك أقل ما يقال عنها لأنه هنا هناك لما متكلم عن الميولات الجنسية لما متكلم عن الألوان والجندرة وهي الأشياء أنا على المستوى الشخصي بدي عيش بمجتمع موجود فيه شخص مثل هاد بدي عيش بمجتمع موجود فيه شخص مثل هاد هو حابب على مستوى ديني أو بيجوز تجربة شخصية أنه أنا ما بحبهم لهذه الناس لازم يكون فيه مجال لحدا مثل هاد يعيش أو يكون موجود بيناتنا ما بصير نقول ما بدنا من حقك تكون نازي بمجتمع حقيقي سالح حر من حقك تكون كاره للدين من حقك تكون مؤمن بالدين من حقك تعمل اللي بدك يا طالما ما بتأذي الآخرين طالما أفكارك لألك ما بتأذي فيه الآخرين لما متكلم عن صانعين محتوى مؤثرين مثل هاد الشخص هون مبلش بفكرة نشر الكره يلي هو أنه في كتير الناس ما بالضرورة كان حيمروا بالتجربة أنه يصلوا لأنه يكونوا سيئين مع هادون الناس أو كارهين لألهم لو لا أنه تفرجوا على هاد الشخص الضرر الآخرين أنه يتحولوا لكارهين لازم يكون مو ضرورة عقوبة أو شيء لكن لازم يكون فيه نوع على الريستريكشن أنا على مستوى الشخصي بيبهيك مجتمع وفضل يكون في حدا بيقدر يرد عليه ويشرح مثل ما أنا عم بعمل اليوم فضل المجتمع يكون موجود للاثنين حدا يقدر يحكي شيء يعتبر خاطئ ويطلع الشخص يوضح شو هو الخطأ أنا مع هذا الشيء بيتمجرها لكن هل هو موجود في مجتمعنا السؤال الحقيقي هل إنسان متلهاد بمجتمع تبعنا عنده تأثير قد أنا ما عندي تأثير أكيد لا أو موسى أنا ما أمستوى أصدق أي حدا معارض للفكر هل حيلاقي المنصة لهذا الملائية هاي حيلاقي القبول هو الملائي للأسف الوضع ليس كذلك فالمعادلة كتير غير متكافئة ثانيا أنا عندي احترام أكثر لإنسان يجي إلي بعيدا عن أفكار الدينية بعيدا عن أفكار الشخصية وتحيزات الفكرية أنا درست الموضوع فكرت فيه وأنا بصراحة ما بحب الألوان وما بحب المجتمع الميم وما بحب المثليين ما بحب حدا ما بحبون مو أنا ما بحب حدا بشأن ما بحب هدول بالذات جانت المجلات بحترم هذا الشخص أكتر بكتير من شخص مستعد يحقد ويكره بشكل أعمى بسبب قيل عن قال بسبب أفكار دينية أصدقائي لازم نبدأ نتعلم أنه كلمة ديني معناتها بيرطبت بشكل مباشر بخرافة لما بنقول خرافة شو تعريفة أي حدا يفوت يكتب تعريف الخرافة بنشوف أنه فعلا تنطبع على شيء اسمه دين اللي هي أحداث يبدو أنها خارقة للطبيعة خارقة للبعتاد ووصلت لنا عن طريق القيل عن قال والتطورات الاجتماعية هاي هي الخرافة الدين هيك وصل تماما فلما بتقول لي أنا باني فكري كله وحقدي وكرهي يعني أنا مستوعب لسه أنك تبني عدم رغبتك عالدين أنه أخي ما عادي مشكلة يكونوا عن شيء موجودين ما عادي مشكلة يتقبلهم بدون ما يقرب عليهم لأنه خاص أخي الله موجود هو بعقبهم أنا ديني هذا ما عادي مشكلة معه لسه لكن لتكره وتحقد مثل هذا الشخص هاي درجة تتكلم عن مستوع ذكائك صديقي لأنه الكره هو شعور قوي جدا لازم يكون معمل له من شي حقيقي مثل الحب تماما لازم يكون فعل قوي وشعور قوي لازم يكون معمل له من شي حقيقي لكن كره أعمى بسبب قيلة عن قال بسبب رواية تاريخية إريتلياها عن قوم لوط اللي هي مليئة بالفغرات المنطقية ما في كبر عليها منطق ضحك بس جز كوميديا الرواية على هاي الرواية بارية كره والحقد تبعك أنت وعدم تقبل الآخر وعم بتخوف الناس بأنه حتى حتى اللام وبالاة ممنوعة حتى ما بصير لازم يكون حاقد اللي أنا بحبه بهذه القنوات ناس مثل هاد وناس حتى مثل هيثم طلعت وغيرهم وفي هذا الشاب السعودي الثاني اللي بيحكي بطريقة هيك حادية وكل شوي بم بم أبيض وأسود اللي بحبهم يضع القنوات إنه هنن معرفانين إنه عم بيعملوا تأثير عكسي ما نوعرفانين هنه وما بيقع شير انتلظم بس خلينا نحكيها لأنه بصراحة أنا شايف ما عندهم خروج منها هنن علقانين بدائرة ما عندهم خروج منها حتى لو حاولوا أقلكن شو هي هي الدائرة هنن حابين يرجع مجتمع لتفكير أصولي تمام يرجع مجتمع تفكير أصولي عادة الناس اللي عندهم منصات أو خلينا نقول عندهم بوق يعني في يوتيوب الكذا فينا نتبره بوق الناس اللي عندهم بوق بقدروا يطلعوا على الضيعة ويتكلموا بصوت عالي ويسمعون أهل الضيعة بيقدروا يوصلوا فعلا المجتمعات لتفكير أصولي مدروا تفكير أصولي أنا وتفكير مناسب لهم بيقدروا يقونعوا الناس بأفكار معينة لما بيكون مجتمع منغلق لما يكون مجتمع منغلق يمكن أنت هلا جيب جزيرة صغيرة حط عليها ناس معينة حط عليهم هيثم طلعت بيطلع تفكيرهم هيثم طلعتي مزبوط هذا الشي لكن مو هذا الواقع تبعنا واقع تبعنا ليس حلقة مغلقة مجتمعات معادة مغلقة مجتمعات ممفتحة وكبيرة بمعنى الأداء اللي أنت عم تقدي وفكره حيوصل لنتيجة اللي أنت مرغوبة لألك لن يحصل بالعكس بيوصل لنتيجة غير مرغوبة اللي هي أن الناس بتشك بالدين بسببك ونتفكر أنك أنت عم تعالج شك الناس لك شو بصير طلعت أنت حملت البوق تبعك وتكلمت الأفكار اللي أنت بدك إياها على هذا المجتمع اللي هو مفتوح ففي ناس وافقت معك وفي كتير ناس حتى مشايفين نحن التأثير طبعا فعلا ناس شكرا لألك وحياك الله في ناس وافقك لكن شوف شو بصير تصادم مع الواقع يلي بيعارد كلامك بلش بيشككهم بالدين نفسه بمعنى فلو افترضنا أنا لعب كول اف دوتي بحب لعب كول اف دوتي وعندي صديق باستراليا بيلعب كول اف دوتي وصلنا سنين من لعب مع بعض سنين من الزكريات والتجارب والتضحيات اللي مرة رمى سلاحه لحتى أن يكون معي سلاحه مرة نزل ميظلي من على الجبل على وشه طب بس لا يأنقضني من الموت ومرة اللي رفض انه يطلع من منطقة الحصار لحتى نموت سوى أنا ويا عندي أنا تجربة مع هيك شخص بيوم من الايام وانا معجب فيديوهاتك حاببهم وفعلا صرت اكره بشباب أعلى ومطلق بسببك انت انت علمتني اكره عم كرهت بيوم من الايام صديقي هذا تبعها استراليا عادينا على الديسكورد انا وياه شو بيقلي حبيبي قصي انا بس ثواني رايح سلم على البويفريند تبعي هلأ اجا من الشغل وراجع لك شانا نفوت نلعب بوي وات بويفريند يا بويفريند انا عندي بويفريند انت جاي يا بلش تصادم مع الواقع اصدقائي اللي انا بصدق كلام الاخ شو اسمه حامد مشان بدي استعمل اسمه حامد بلش تصادم مع الواقع اللي انا انا رضيان بكلام الاخ اليوتيوبر حامد وانا حق معجب فيه لكن هل انا فعلا لازم اكره هاد كل هالذكريات لبيناتنا والحب والصداقة وكزا ده هلا اللي اكتشفتنا هو لازم هل هو بينطبع عليك كل المواصفات اللي حكالي اياها هو تبع قوم لوط والقرف والانسان محترم جا شلون فيني اكرهه ما عم بقدر اكرهه في ناس تكره في ناس تلك ينوط تحز الشغلة هي تبعا انا حاسس انه في شيء معلو ظابط حاسس انه في شيء معلو ظابط الشي اللي بيعتقد كلها تمرينه فيه بيوم من الايام المشترك عادة هو انه ليش نحنا منكره اليهود والنصارى لكن لما بنجتمع معهم نكشف انه هنون اقوام متلنا وما بيستحقوا العذابي الله حيعذبهم يوم الايام ليش الله بيحط المسيحية بجهنم وهن ما يبدو ناس جيدي هذا التصادم فهذا الشخص ملاعين كفرة مثلنا عادينا عم بيحكوا بهذه الأمور عم بيشرحوا والفرق بيننا وبينكم اصدقائي هو فرق صغير بس يعني معلقتنا على بيك ديل فرق صغير ما منحتكم على افكارنا بروايات خرافية عن احداث خرافية لا يمكن تأكد من حدوثها مثيرة للضحك وانما منعتمد على العقل منعتمد على التفكير ما حقول حتى على كلمة العلم لاني ما بحب ببارد الاستخدام لان العلم هو عادة آلة تجريبية نعمل تجريب للأمور لكن باليوتيوب وبالكلام ما فينا نعمل العلم فينا نعمل منطق فينا نحط الفكرة وانت مخك يحاول يلاقيه لثغرة ولما يبقى يلاقيه بيقول من المبرر لأوقتنا عمنا هي فكرة مبررة فهذا الفرق بينناتنا بيطلع من عنكم بيشوف انا شو كنت عم بصدق شغلات انا على اي اساس باني ان هذا انسان فهمان منروحنا عند ناس ما لهم مجبورين يستعملوا خرافات وهرتلات وكلام انشائي وقوع مغارطات منطقية ما لهم مجبورين لانه الواقع والمنطق واضح وسهل فهذا التأثير اللي بمعاكس ان انتو بتعملوه القنوات تبعكم الافكار تبعكم الدي ابادة بيشتغل بمجتمع مغلق صديقي بيوتيوب يكون اسمه يوتيوب كويت فقط ما موجود ولا بأي غير بالكويت هيك بتشتغل لكن يوتيوب مو بس للكويت من سوء حصهم ومو بس للسعودية ومو بس لمصر ذلكل فيو انت وفيو نحن والشك تبعا الناس بيوم ايام بيشعروا فيه بيلاقولوا حل بمكان اخر لانه عادة ان احنا وهذا اللي بيصير بمجتمعات لما بيقولوا انه من وقت ما طاعت هاي الولادي اللي ولدوا الجيل المسلم اللي ولد باوروبا وباميركا مالوا محافز مثل اهله وابو امه يا الله ليش نطلعنا عنها هاي البلاد وفلته والعادة هنا ما بيفلته هو اللي بيصير انه لما انت بتربع بمجتمع مغلق لدرجة معينة الافكار الخرافية وحتى الارهابية بتكون مبررة لانك انت وتا بتكون اول مرة قاعد بصف حصة الديانة وبتسمع الاية تبع قطع ايد الصارخ اول شيء هاوالي 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 بتزمع حاسس في شيء شلونك تقضع حدا السرق بتطع له ايده ما فيه نعمل شيء تاني لا هيك قال الله كذلك فانت استغرابك بينطفى ايمتا كطفل بريء عنده مخ نظيف بينطفى لما بتروح لعند ابوك بابا الاستاذ اليوم علمنا كزا ايه بابا موجودة بالقرآن اه يمكن بابا فيه شيء ماما بفيه فعلا ماما بتقول لك بابا وماما ما كتف اماني بالديني عمي عمي شاطر كتير حافز احادي تروح لعنده هل فعلا يد الصارخ نعم يد الصارخ فانت بتطلع من بابا لاماما لعمه لصديقك لابو صديقك لبيع الفلافل كل اللي بيقلك نفس الشي فبصير تخدير بصير تخدير لردة الفعل الاساسية الطبيعية اللي كانت انه هاد الشي شنيع بصير تخدير لهذا الموضوع هيك بصير بمجتمعاتنا فهدول الولاد لما بيولدوا برة لما أسر مسلمة بتطلعوا بتجيبوا ولاد بدول تانية بيخرجوا عن هاد الدائرة هاي المغلقة بصيروا بفنلندا اللي هو إذا سمعنا عن قطع يعد السارق نسأل بابا بابا يقول لك يا هاي القرآن هيك بيقول لكن من روح المدرسة الناس بالشارع أه أه الأصدقاء المتعرف عليهم أه أباء أهالي أصدقاء اللي تعرفنا عليهم نو فبيعيشوا فينا الإحساس السليم الأساسي إنه فعلا في شي غلط ما للزابطة فالناس تطلع علي أمور تقول لك شفت بس لطلعوا وجابوا ولاد برة راحة الدين وتخلوا عن الإيمان وعن الفترة ما تخلوا صديقي لكن ما قدرت تطلقنوه بنفس الطريقة اللي مجتمعاتنا بتعرف تطلقنوه That's what happened فهذا الأخ واقع بهي الدوامة نفسه سوستمروا علي عم تعملوه أنت وغيرك من الإخوة الدعاة الحاليين على اليوتيوب اللي يفاكرين حالهم عم يطوروا الأمور You are not وانت عم تعلموا الكره والحقد أنتوا مو مستوعبين الأسى والصعوبة بتمر في الناس لما بيكون فعلا ما له حاسس حاله منتمي لما يعتبر معتاد بالمجتمع اللي هو الشب اللي بيميل للشب للبنت اللي بتميل للبنت أو الشب اللي ما بيعرف حاله لسه لشو بيميل أو البنت اللي ما بتعرف حاله أنتوا ما عم يكون استيعاب لهي الأمور أنتوا بكل بساطة مغاير ثير فورا مرعوبين منه تحقير تجريم ما كنستوعبين منه هاي مشاعر حقيقية لأسباب متعددة وفعلا بيشعروا في الناس ما بتعرف الخوف أنت حاول تصور إذا فيك أنك لو أنت ولدان بمجتمع الموضوع مقلوب فيه اللي هنن أنت مولدان بمجتمع مثلي طبعا ما فين أقول قرية أو مدينة لأن كانوا ما قدروا يتكاثروا لكن يعني للمثال لو اجتمعت أنت بمجتمع مثلي بيرهبوك وبيخوفوك من كونك أنت استريت وإنت اليوم بتعرف حالك أنك استريت أنا عم جب لك هذا المثال حتى بس تحاول تفكر معي للحظة تخيل صعوبة أنك أنت موقت ما كنت صغير لعمر المراهقة للنضوج وأنت عم تحارب وتكبت الشي اللي أنت بتعرف أنه حقيقي فيك أنت مجذوب للبنات كل اللي حواليك عم بيكرهك وهذا الشي عم بيقرفك وعم بيشتمك وعم بيهينك وعم بيخوفك أنك أنت تعرف أي شي لكن وأنت مشبور طبعا لا الشباب حلوين أوو شوف على المؤخرة براد بيت وفي الدنياك تعمل هذا الشي لك أنت ما فيك تقيم معينك من أنجلينة جوني ما عم تقدر أنت هذه اللي مجذوب لله هذه اللي تلاقي فتخيل الصعوبة أنك أنت تكون مكبوت بأيك المجتمع وما لك أدران هذا نفسه اللي بيشعروا فيه الناس اللي أنت طالع عم تضحك وتكره فيهم وتحقد عليهم وتجرمهم وتحولهم لناس سيئين وعم تقارنهم بروايات خرافية تعيسة على ناس سيئين هذا الشعور تخيل حالك أنت ما كانون صديقي كل اللي علينا نعملوا التضح ما لك مجبور تتلون وما لك مجبور تشلح وترق ما لك مجبور تعمل شي بس اللي عليك تعملوا تستوعب أنه فعلا اللي بطريقة وبي أخرى فيه ناس بيمروا بهاي تجارب وبيشعروا فيها هي حقيقية لإلهن وكل اللي عليك تعملوا أنك أنت تقول أنا ما دخلني بس هاي ما لك مجبور تتقبل حتى ناس قل لك أنت بس مجبور تتقبل مجتمع ما لك مجبور هلأ هكينا من شوي مجتمعات الحقيقية الحرة لازم الكل اللي يعيش فيها حتى النازي أي حدا العنصري المتطرف للنساء أي حدا كل بيحقق له يعيش لكن في حدود للشي اللي أنت فيك تعمله لما رحيت يعتبر أذى لآخرين فنعم بيحقق لك أنت تقول غير رائع لكن على المألي وتبدأك تكون رافض لهالموضوع رجاء أن أعمل بحث تجربة حقيقي إلى الارتباط بالواقع تبعنا واحتكاكك مع هذور الناس لتعرف تاخد رأي حقيقي ولا يكون مبني عن روايات خرافية دينية